النهاردة كمان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أعلن القائمة اللي حيسافر بيها معسكر المنتخب اللي حيكون في مدينة العين الإماراتية هيلعب خلاله المنتخب خلال هذه الفترة في الأجندة الدولية اللي هي من 7 ل 17 أو من 9 ل 17 هيلعب مباراتين الأولى مع زنبيا يوم 12 والتانية هتبقى مع الجزائر يوم 16 روي فيتوريا أعلن القائمة اللي حيسافر بيها للمنتخب في هذه الفترة الاستعدادة لكأس الأمم الأفريقية في الكود فوار يناير اللي جاي قائمة فيتوريا زي ما انتم شايفين فيها 25 لعب منهم 7 من الأهلي ضمت في حراسة المرمى محمد الشناو ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل لازم يبقى اسمك محمد عشان تلعب في حراسة مرمى المنتخب خط الدفاع محمد هاني عمر كمال محمد حمدي دول من برامج وأحمد فتوح وعلي جبر وعندك ياسر إبراهيم ومحمد عبد منعم وأحمد سامي في خط الوسط في طرق حامد ومروان عطية وأحمد سيد جيزي وإمام عشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وفي خط اللجوم محمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجي وإحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدي قايمة فيها كتير من الانسجام ويمكن روي فيتوريا قال إن القايمة فيها 13 لاعب ما اتخذوش في المعسكر اللي فات وقال الرجل في التصرحات مهمة جدا ليه قالك مباراة تونس لم تكن الأقوى ليه مع الفراعنة لأنني وجهت بلجيكا من قبل قال المطشين اللي جايين مع زنبيا والجزائر دول اختبار جامد جدا للعيبة علشان نشوف مين اللي هيكمل معانا في الفترة الجاية قال إن احنا لسا كمان هندور على وديات تانية قوية قبل البطولة الأفريقية وقال إن أنا ما عنديش أي مشكلة في حراسة المرمى وشايف إنه مصر فيها وفرة في هذا المركز وإنه احنا بنعمل على تأمين هذا المركز للمستابع قال إن أنا بتابع ست حراس مرمى بجانب التلاتة اللي خدتهم قال روي فيتوريا حوالين الجدل المصار على إنه بيتلقى عروض من السعودية وغيرها قال إن كان عادي مع منتخب مصر حتى عشرين ستة وعشرين هدف التأهل لكأس العالم وأنا مستمر في المهمة بتاعتك الحقيقة يمكن مرسل كولر والجهاز الفني للآلي كانوا مترقبين جدا مين اللي هيخدهم روي فيتوريا علشان أنت عندك مشكلة كبيرة جدا يوم سبعتاشر الأجندة الدولية بتنتهي يوم تمنتاشر مطلوب إن أنت تسافر على دار السلام عشان تواجه سنب التنزاني في بداية الصبر الأفريقي والمباراة يوم عشرين يعني يا دوب تلت يام ما فيهاش فلا لأى سبعة مع المنتخب الأول وكمان تونس بتعلن انضمام علي معلول الجناح الأيسر للأهلي لمنتخب نصور قرطاج اللي حيلعب مع كوريا الجنوبية يوم تلتاشر وحيلعب مع منتخب اليابان في اليابان يوم سبعتاشر أعتقد زن أجامدة جدا لعلي معلول لأنك إنت هتبقى جاي من آخر الدنيا في اليابان علشان تتكلم في خمستاشر ستاشر ساعة عشان تيجي القاهرة وبعد كده حتبدأ تسافر طبعا بير ستاو كمان أختير لجنوب أفريقيا وعندنا وقاليو ديانج كان ضمن القايمة بتاعة مالي اللي حتلعب السعودية في البرتغال بصوا لعيبة الأهلي متنسرين على سطح الكرة الأرضية علي معلول في اليابان السبعة بتوع المنتخب الشناوي وزميله في أبو ظبي كمان علي أليو ديانج موجود في البرتغال مع منتخب مالي بير ستاو هيبقى موجود مع جنوب أفريقيا في أبو جيان كلها بقول لكم منتشرين على سطح الكرة الأرضية ومطلوب إيه؟ مطلوب تلمون بسرعة ويتجهزوا عشان يسافروا يلعبوا يوم عشرين الأزمة والزنعة اللي عملتها الشركة الإيطالية اللي بتنظم الدور الأفريقي مطلوب إنها تحل المشكلة وكان النادي الآلي المهندس خالد مرتاجي أمين السندو والمكلف بالاتصالات الخارجية كان بيعكف على التواصل مع الشركة الإيطالية المنظمة لهذه البطولة الجديدة علشان تحل هذه المشكلة في استقدامات لعب الأهلي الدوليين اللي موجودين مع منتخباته إنه مش كفاية إن أنت تقولي أنا هتحمل أعباء السفر طيب وبعدين إمتى؟ ده أنت حد جاي من اليابان عشان مطلوب يروح تنزانيا واللي جاي من البرتغال عايز أجيبه تنزانيا واللي جايين من أبو ظابي عايزين أودهم تنزانيا أو ييجوا القاهرة لأنه وقت لعبة الأهلي السابعة هييجوا مع المنتخب مساء يوم سبعتاشر على طول الصبح هيكونوا مسافرين أو بعد الساعة على طول هيكونوا مسافرين مع البعثة إلى در السلام ويمكن ده اللي خلى مسؤولي الأهلي يصرفوا النظر عن فكرة يبقى فيه طيارة خاصة تاخد البعثة من القاهرة لأنه هتاخد مين؟ ما هم يا دوب أنت بتتكلم في سبعة مع المنتخب وتلاتة أربعة كمان يعني بتتكلم في عشر أحداشر لعب أساسي في التيم بتاع الأهلي هيكونوا بره تدريبات الفريق الأخيرة قبل الصفة هنتمنى إن شاء الله أن يحصل تنسيق وأنا قلت لكم أنه فرض بطولة دور الصبر الأفريقي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وأنها تحشرها بين الارتباطات الدولية والمحلية والقرية مسألة قاسية جدا جدا نتمنى إنه ده يتم إن شاء الله تعالى حلوا في الفترة القريبة